الحقيقة بعد نهاية المباراة ما بين مصر والرأس اللي اخضر المباراة اللي انتهت بالتعادل المباراة اللي كانت على مستوى النتيجة مخيبر الامال واللي يمكن كمان اللي ربنا نجد المنتخب المصري فيه ساعتها ان ربنا سطرها من ناحية التانية وموزنبيق قدرت انها تتعادل مع غانا في اخر سوان المباراة بضربة روكنية بخطأ كارسي من حرس مرمى منتخب غانا اساسا ولكن الحقيقة الوحد كان متخيل ان احنا افنا صفحة وان احنا نبدأ صفحة جديدة والصفحة دي المفروض ان احنا نفل فيها كل الملفات بتاعة الماضي ونبدأ من اول وجديد والكلام ده مش كلامي الكلام ده المفروض انه هو اعتمادا على كلام المدير الفاني روي فيتوريا اللي خرج في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال ان الانتقال لمدينة سان بيدرو وتغيير الاجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة لان احنا في ابتجان من 15 يوم وتغيير الاجواء وكسر الروتين اليومي ربما يمنحهم روحا معنويا اعلى وسنستعد للمباراة القادمة على افضل نحو ممكن دي كان جزء من التصريحات الالى روي فيتوريا بعد نهاية مباراة مصر والرأس الاخضر ولكن فجئنا ان بعد نهاية المباراة لا زالت نفس الخناءة مستمرة على قصة اللي تخص اصابة صلاح ومشكلة صلاح وحوار صلاح والقصة الواضح ان الاتحاد المصري ونادي ليفربول هم مش نويين يقفلوها ولا نويين ان هم يخلصوا الدنيا منها وغالبا الحلقة دي كلها هتبقى بتتكلم جزء كبير منها عن الموضوع ده وجزء تاني بيتكلم عن اين اللي حصل في المباراة مصر والرأس الاخضر لكن لان انا ما بحبش اقرر كلامي فهاكت فرصة ان احنا نقدر ننوع لان البرنامج ده اللي بيجيكم عبر منصة وين وين هو برنامج اسمه عين السقر مختص بالتركيز على رحلة المنتخب المصري في كأس الامم الافريقية اللي ان شاء الله تكون رحلة التتويج باللقب الثامن بالنسبة للمنتخب المصري فوصلك الفيديو يا رئيس انزل اخبط اللايك الماتين او انزل ادعس اللايك حالا بالا فالا ولو انت مش مشترك عبر منصات وين وين انزل اشترك وفعل الجرس او اعمل لايك او سبسكرايب لو انت لسه ما عملتش لايك وما عملتش سبسكرايب معاكم ممدوح نصر الله برنامج عين السقر عبر منصات وين وين وفرصة نتكلم عن ما بعده مباراة مصر والرأس الاخضر والتصريحات اللي خرجت سواء من اللعيبة من الجهاز الفني من الجهاز الطبي او حتى من نادي ليفر بول خلينا نبدأ بالتصريحات اللي يمكن بتعبر عن احساس شقي كبير جدا من الشرع المصري لان يمكن دي واحدة من اسوأ النتائج اللي روح تتفرج عليها لفريق حصل على المركز الثاني في تاريخ البطولة خاصة لما يكون الفريق ده بحجم وقيمة وتاريخ وعراقة المنتخب المصري في كاسة الامم الافريقية المنتخب صاحب السبع بطولات سابقا هو المنتخب اللي تأهل من دور المجموعات وهو مسجل ست اهداف ودخل مرماه ست اهداف ونحقق تلت نقط وطالع تاني المجموعة بالسطر ربنا وبسر الدعاء والسجدة وبنية الانتصار تصريحات احمد حجاز الحقيقة حملت قدر كبير جدا من الصدق اللي اتكلم فيها بعد المباراة وقال نشعر بحزن شديد بسبب نتائجنا في دور المجموعات الفريق اشعر ان هناك تقصير في شيء ما ونسعى لتصحيح ذلك لا نقدم الاداء المطلوب سوى عندما نكون في موقف صعب ويجب ان نصحح ذلك لان المرحلة المقبلة اصعب بكثير يجب ان نتحسن في الكثير من الامور ولا يهم طريقة الصعود ولكن رد الفعل في ما هو قادم على المستوى الشخصي انا حزين جدا ويجب ان نتحسن ذهنيا ونفسيا وبدنيا والحقيقة انا مبسوط ان التصريح تخرج من الكابتن احمد حجازي لان كابتن احمد حجازي ومعا كابتن محمد عبد المنعم الاتنين قدموا اسوأ نسخة منهم على مستوى البطولة دي ومش هندفل رأسنا في الرمل كابتن احمد حجازي له منا كل التقدير والاحترام هو كابتن وقائد المنتخب المصري هو اللعب اللي كلنا عندنا ثقة كبيرة فيه وبنحبه وبنقدره جدا ولكن في نفس الوقت المستوى اللي بيقدمه كابتن احمد حجازي مع المنتخب المصري بيرفع ستة مليون علامة استفهام المستوى اللي يمكن انا مش هقول ان انا توقعته من قبل البطولة لان الراجل لسه رجع من اصابة وده اسعر نفسه عشان يتواجد مع نادي اتحاد جدا السعودي في كاسة العالم للاندية وده اسعر نفسه عشان يكون متواجد مع المنتخب في كاسة الامر الافريقية لكن في نفس الوقت لابد من مراجعة للطريقة التي يعمل بها خط تدفعنا لانه مش معقول ان احنا في ثلاث مباريات نستقبل ستة اهداف وحرفيا من سبعة تزيدات او ثمان تزيدات على المرمى دخل فينا ستة اهداف والكلام هنا مش عن حجازي ومش عن عبد المنعم بس ولكن الكلام برضو عن الكابتن محمد الشناوي المستوى اللي بيقدمه كابتن محمد الشناوي رافع ملايين علامات الاستفهام على الطريقة اللي بيقد بيها والاسلوب اللي بيلعب بيه واللي يمكن تبلور وتبروز في اخر لقطة في دور المجموعات لما منتخب كاب فردي بيلعب كرة عرضية طيشة ملايش لازمة وكابتن محمد الشناوي كل اللي عمله ان هو رجعها جوة الملعب وقدر منتخب الرأس الاخضر ان هو يسجل هدف التعادل اللي لولا انه منتخب موزنبيق الناحة التانية يعني كانوا رجالة معنا وعملوا معنا احلى واجب كاتممكن تبقى صدمة ما يعلم بها الله ربنا مش بس للشارع الكرة والمصري كاتممكن تبقى صدمة للشارع الكرة والعربي كله الكلام الحلو يخرج من الناس الحلوة والناس الحلوة المرادة اللي احنا بنتكلم عليها هو محمود حسن ترزيجيه الرجل اللي حصل على جائزة افضل لعب في مباراة منتخب مصر ضد كاب فردي الكلام الحلو اللي قاله الناس الحلوة قال فيه محمود حسن ترزيجيه قعد الشعب المصري بالعودة بلقب امم افريقيا الى مصر سنقاتل حتى النهاية حتى نحصد اللقب وقال ان شاء الله لا قلق من مواجهة ثمن النهائي وستظهر الروح الحقيقية لمنتخب مصر في الادوار المقبلة وبلا اي غرور نحن منتخب مصر ولا يهم من سنواجه في ثمن النهائي بل نحن مصدر القلق للمنافسين ترزيجيه هو اللعب الوحيد في المنتخب المصري اللي حقله انه هو يتكلم بالطريقة دي لان ترزيجيه مع منتخب مصر لو يعني مع اختلاف الفروق الفنية ومع اختلاف الفوارق على مستوى الاندية اللي لعب لها بيفكرني بحاجة كده بديمارية في المنتخب الارجنتين ديمارية لعب كبير ولكن اللعب الكبير في فوقي لعب اكبر منه وهو اللي دايما بياخد الكريدت الاكبر والكلام هنا عن ليونيل ميسي نفس الشيء بالنسبة لترزيجيه ترزيجيه ممكن يكون على مستوى الاندية ما كانش ليه حظ ان هو لعب في الاندية كبيرة ويمكن اكبر نادي العبله هو نادي اسطنفيلة في الدور الانجليزي ولكن في نفس الوقت الراجل مع المنتخب المصري الراجل كان دايما حل سحري بالنسبة للمنتخب المصري ولاعب لما بتتزنق في الاحتياج لحد ينتشرك من الوضع السيء اللي انت فيه فهو بيقدر ان هو يقدم المستوى ده بشكل ممتاز وبيقدر ان هو يقدم احسن ما عنده داخل الملعب وحرفيا لا يبخل باي نقطة عرق ويمكن دي واحدة من الحاجات اللي الناس كلها بدأت تطالب بيها ان بداية من المباراة جاية للمنتخب المصري تريزيجي لا غنى عنه كلاعب اساسي في الملعب ولا بد ان يتواجد في التشكيلة الاساسية اللي غالبا هتلاعب احنا هتلاعب رسميا يعني تاني المجموعة السادسة وغالبا بالنسبة كبيرة حيكونوا يكون قديم قراطية نيجي بقى التعكير الصفو والكلام اللي مالوش لازمة والرمرمة وتضيع الوقت والهبل اللي احنا بنازم نتفرج عليه ونتعامل معاه في المعطيات اللي قدامنا في البيانة الصادر من نادي ليفر بول البيانة اللي المفروض ان هو صادر بعد مباراة مصر اصاد المنتخب الرأس الاخضر بيان من ليفر بول صادر بيقول ان محمد صلاح حيرجع مركز تدريبات ليفر بول يوم الاربع اللي هو المفروض بعد نهاية المباراة مباشرة عشان يبدأ برنامج التأهيل مع الجهاز الطبي للنادي بسبب اصابة عضلية تعرض لها رفقة منتخب مصر الاصابة اللي اتضح انها اسوأ مما بدت عليه في التشخيص الاول واقبرت اللاعب على مغادرة الملعب في الشوت الثاني ضد غانا وبيقول نادي ليفر بول ان احنا توصلنا لاتفاقنا على الاتحاد المصري لكورد قدم تعودته للبطولة مجددا في اقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب وليحصل على افضل فرصة للعودة للمنافسة على البطولة رفقة منتخب مصر الذي يتأهل للدور التالي عبر التعادل مع كاب فيردي والحقيقة التصريحات اللي خرجت من نادي ليفر بول هي بتمثل حالة جديدة وفصل جديد من الهزلية في قصة محمد صلاح واسابته الهزلية اللي بدأت بان اتحاد الكورة اعلم في البداية ان محمد صلاح هيجيب له مباراتين ثم فجئنا بيقول لنا ان محمد صلاح الرجل هيحتاج تأهيل وانحنا لازم ناخده عندنا في ليفر بول فاحنا هناخده ان شاء الله نحاول نصلحه ولو قدرتوا توصلوا للمباراة النهائية فاحنا ممكن نرجعه لكم على المباراة النهائية بعدهم خرج اتحاد الكورة الرسمي بيقول اه ده فعلا صلاح هيروح عشان اتعالج في ليفر بول وان شاء الله هيبقى سليم على نص النهائي لو قدرنا ان احنا نتأهل لنص النهائي ثم خرج وكيل اعمال محمد صلاح رامي عباس وكتب على منصة اكس بيقول ان محمد صلاح اصابته اصعب مما تبدو عليه وان هي ممكن توصل لحد تمانية وعشرين يوم وان الامل الوحيد ان هو ممكن يكون متواجد باي شكل من الاشكال جوا البطولة دي هو ان يتم علاجه مع فريق ليفر بول بعد بقى ما صدر البيان بتاع ليفر بول اللي انا لسه حكيه لك ده خرج الطبيب دكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر وقال لك ان محمد صلاح يعاني شد في العضل الخلفية من الدرجة التانية حين صدر بيان اتحاد الكرة الاول بان صلاح سيغيب لمبارتين لم نكن قد اجرينا سوى اشعة واحدة على صلاح ولكن بعد الاشعة الثانية وجدنا انها اكبر لا انتظر من يخبرني بطريقة عملي انا هنا ابزل الجهد الكافي بشكل دائم واعمل على تطوير نفسي بشكل دائم وانا امتلك الامكانيات الكافية لكننا سنسافر بعد يومين الى مدينة سان بيدرو الغير مجهزة بشكل جيد لذا قررنا ان علاجه في ليفر بول سيكون افضل كابتن محمد ابو العلا بعد ما قلنا ان انا مش محتاج حد يفاهمني شغلي وان انا التشخيص بتاعك اممني على اشعة واحدة تفرقت عليها بعد كده بيقول لنا انا مش محتاج حد يفاهمني شغلي هو انا اللي ملاحظه في القصة يا دكتور محمد مع احترامي حضرتك ومع احترامي القيمة حضرتك العلمية ان الحد دلوقتي اتحاد القورة عدل على شغلك يورجن كلوب عدل على شغلك رامي عباس عدل على شغلك الجهاز الطبي بتاع ليفربول عدل على شغلك اوه كنفاضل بس ان انا اروح اجيب البالت وبتاع الصيدلية من جوه اجي عدل على شغلك بس ده اللي كنفاضل ليه ما اعرفش ليه احنا بنتحط في الوضع ده من الاساس ما اعرفش مشكلة قصة صلاح مع المنتخب المصري في موضوع الاصابة هو غياب الشفافية مفيش اي حاجة تاني غياب الشفافية هو اللي عمل ازمة من اللاشيء الشعب المصري والجمهور المصري كان مستعد لتقبل ان صلاح مصاب ومش هيكمل البطولة لكن اللفة اللي انتوا لفيتوا بيها الموضوع دي هي اللي شكيتنا في كل حاجة وهي اللي خلت الناس مش قادرة ان هي تصدق اي تصريح صدر من اي جهة باي طريقة وهي اللي خلت الناس مخنوقة من فكرة ان هي بتتناقش في الموضوع ده اساسا لدرجة ان حتى الليلة اللي تعدلنا فيها مع كاب فيردي اتنين اتنين ومتأهلين كواحد من اسوأ التواني اللي ممكن تتفرج عليهم في تاريخ البطولة الافريقية احنا برضو لسه بنحكي في موضوع اصابة صلاح وكل واحد بيدلي بدلو لحد ما نشوف نوصل لفين هم ارسلتين في الختام لازم الناس تعرفهم الجمهور المصري ياريت نقفل باب اصابة صلاح ده نهائيا وما نفتحش الموضوع ده تاني اما بالنسبة للناس اللي عمالت اتكلم في القصة دي يعني فاسيبوهم يتكلموا زي ما هم عايزين وما كده كده مش هيبطلوا كلام مهما خلصنا ثانيا وده المهم ركزوا على اللعيبة ركزوا على تحفيز اللعيبة ركزوا على ان احنا عايزين نكسب البطولة ركزوا على ان المنتخب المصري محتاج ان هو يفوز بهذا اللقب عمتا زي ما بحب اقول دايما في الاول والاخر كل دي مجرد اراءة شخصية والمام وراءة حضراتكم في التعليقات يا ريت تشاركونا به ختاما كم معكم ممدوح نصر الله وبرنامج عين الصقر عبر منصة وين وين نراكم على خير ان شاء الله في مناسبات لاحقة سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته